شوفوا الخلق ده وداوم عليه بعد رمضان هتجد حياتك بتتغير وفي ساعتها رأتحس ان رمضان مازال موجود ايه ده؟ ده الرجل لما بيتعصب علي انا بيني وبيني النفسي بقول ايه؟ معلش ايه؟ انا الله سبحانه وتعالى خلاني اشوف العصبية دي عشان اكره سوق الخلق الحمد لله يا رب ان انت ألهمتني وفتحت عيني ان انا اكون حليم الحمد لله خلاص وايه اللي حصل ده ربنا علمني كمان ان العصبية ودي الخلق ده بياخد دقيق انا تعلمت الدرس ده ومكمل به فحس ايه ده؟ هو رمضان خلص ايه ده؟ انا ماشي برمضانه ماشي بانوار رمضانه فبقيت امسك عن السيء فبقيت نفسي ايه اللي حصل؟ لقيت انا في نفسي وكأنني بقيت بدير ذاتي بدير ذاتي بايه؟ انا بحب دايما اسمعوني انا بحب ادير ذاتي بحسن الخلق انا بحب ده جد يعني كلامي كبير بقى اللي بيقولوا الناس أنا بحب إدارة الذات بحسن الخلق اعظم ايه درر الذات ومرة نجد بقى نتكلم في حلقة عندها تالت بقى اجراء في السبعية اللي انا بقولها التالي المجال التالت مع الاسرة بقى ايه اللي يخليني بيني وبين الاسرة؟ يخليني ما يحصلش اكتابة بعد رمضان ويخليني مع كل العبادات اعيش بعد كده بلا انتكاس خليك صاحب خليك حنية خليك صاحب حنان مع اهل بيتك وقول لهم كلام طيب وبشرهم ان الخير جاي لما تعمل كده في اهل بيتك هتحس ان هم مقربين منك وانت مقرب منهم لان انتو بقيتوا سند لبعض ولما تحس ان انتو سند لبعض تحس ايه ده؟ ده الالفة والتقارب اللي كان موجود في رمضان لسه موجود ده احنا مش بس اجتمعنا على وجبة الفطار مع بعض في رمضان ده احنا اجتمعنا كمان على الحنية عارف احلى ما في الاجتماع على الفطار مع بعض او احلى ما على القرب مع بعض في رمضان هو ايه؟ الحنان ان احنا بنحس ان احنا متطمنين مع بعض فيه كده حنية موجودة بتخلينا نخرج من متاعب الحياة والروح الى الدفء والحنان اللي ربنا بيتحنن علينا فيه فبيسر الحنان من كل واحد فينا في موجات كده تملانة احساس بالحنان وسعدت الحنان ده بيخلينا نقول كلام حلو وسعدت الواحد على ميدة الفطار يقول له ربنا يخليكم ليه يحس كده بانهم مجرد وجودهم حواليه بقى فيه حنية انت لو خرجت من رمضان بالحنية وبقيت حنين ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى كان حنين لينا لما ادنا رمضان حنين لينا لما ادنا ليلة القدر حنين لينا لما كان بيعطق رقاب الناس في كل ليلة من الليلة لرمضان ثم يجي في الاخر فييعطق مثل ما اعتقوا في رمضان الله هو اكبر يبقى اول حاجة في اول شيء خالص بينك وبين ربنا خلوة نص ساعة تاني حاجة بينك وبين نفسك خلق استمر عليه بينك وبين اهلك الحنية بينك وبين اهلك الحنية بينك وبين في العمل بقى في الشغل بقى ده المجال الرابع في العمل بقى اتعلم شيء جديد اتعلم شيء جديد دلوقتي واتقن مهارة ان انت اتقن مهارة جديدة عشان يبقى ايه اللي حاصل وكأنك لما تدخن مهارة جديدة كأنك اتولدت في العمل من جديد وكأنك هتسمع كلام حضرة النبي اللي علمنا ان الله يحبه اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ان يتقنه يعني ايه يبقى في جديد ولزايك ايه اللي حاصل يبقى اليوم اللي انت بتزددش فيه علما فانت مغبون فيه فاليوم ده مفروض يكون خصم من حياتك طبعا عايز اليوم ده يبقى اضافة في حياتك ويكون شاهد ليك اتعلم حاجة جديدة كل ما تتعلم ما تقولش اللي على قد فلوسهم وهم مش مستحقين لكن انت وحياتك تستحق ان انت تتعلم حاجة جديدة عشان انت مش عارف لما تتعلم حاجة جديدة ايه ابواب الخير اللي هتتفتح لك لما ربنا سبحانه وتعالى يراك بتتقن عملك ان الله يحبه اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه فما بالك بعبد الله سبحانه وتعالى لما نظر اليه وقل اعملوا فسير الله اعملكم ورسوله والمؤمنون لما بصل الله على عملك وجدك بتتقن فأحب عملك فما بالك بقى بعبد احب الله وعملها ماقولكش نروح لمجالك خمس في العلاقات بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الأعاشر الأواخر انه دعاء اللهم انك عفون تحب العفو فعفو عنا فتعالوا نتعلم من ليلة القدر اللي احنا كلنا كنا بنرجوها نتعلم ايه على الجزاء والإحسان الا الإحسان فنتعلم ايه عايز تبقى من أهل ليلة القدر على الدوام خليك متغاضي عيش بالتغاضي في علاقاتك تجاوز عن الناس فإن الله يحب المتجاوزين ومن زيك ده أدخل الرجل الجنة بس عشان هو متغاضي يبقى انت تغاضي عن الناس رقم ستة بقى وهو إزاي بقى نتعامل مع المستقبلنا بقى رمضان علمنا السعي فخليك مستبشر دايما وحط إيدك على قلبك كل يوم في الصباح والمساء وقول لنفسك إن الذي يستقبلك أيها القلب في مستقبلك غدا ليس الساعات ولا يالي إن الذي يستقبلك غدا هو الرحمن فلا تخف من مكان أو زمان فإنك في حضرة الرحمن قول لنفسك كده وخش على المستقبل بإيه بإن أنت ضيف مولاك مين اللي هيضيفني في مستقبلي مولاي فلا أستكسر حلما أستمر وأقبل على الله سبحانه وتعالى آخر حاجة آخر مجاله والمجال السابع هو السعادة فالسعادة يا سادة ليست صناعة السعادة الحقيقية يعني الحقيقية اللي الناس غلبوا في تعرفها السعادة الحقيقية إنك ترى المعطي سبحانه وهو يعطيك العطاء فإيه اللي حاصل فتسعد أن ترى واجه المعطي بأن تكسر الحم وتداوم على عبادته وانت فرح فيفرح الله لفرحك أن تعبد الله بعبادة البهجة والفرح بنعمة الله زي أنك تخرج مثلا ما أهل بيتك مرة كل أسبوع زي أنك تدخل الفرح على قلب حد زي أنك أنت تتونس حد ونزيك نقول دايما وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول لمولانا سبحانه وتعالى عشان نقدر نخرج من هذه الكآبة بفرح فرح كبير قوي إن الله سبحانه وتعالى ألهمنا إن احنا نشوف السبعية دي السبعية ديت اللي تغير حياتنا ترجمة نانسي قنقر